دكتور عمر هناك نقطة مهمة لابد من الحديث عنها ذكرت تحولة الدموغرافية ولكن هناك نقطة مهمة لابد من التركيز عليه أنه أصبح الآن صحاتهم أفضل قدرتهم على الأطاء أكثر بالإضافة إلى أن المملكة في هذه المرحلة بحاجة لكل الخبرات وكل القيادات من أجل المواصلة في دعم رؤية المملكة 2030 كيف سنستفيد من هؤلاء الخبرات؟ ست سنوات سبع سنوات إضافية وكيف سينعكد ذلك على سوق العمل أيضا؟ جميل جداً زي ما تفضلت هو اليوم الكثير من الدول بدأت في عملية رفع سن التقاعد اليوم مثلاً دنمارك وصل عندها مثلاً إلى 74 سنة ولندها إلى وهد 74 سنة صحيح للداخلين الجدد في سوق العمل السبب أنه التغيرات الديمغرافية تفرض ذلك على المدى البعيد المملكة العربية السعودية مثلاً لما سن النظام السابق في عام أعتقد 73 هجري كان معدل إنجاب المرأة أو ما يسمى بنسبة الخصوبة 7.3 يعني 7.3 مولد لكل امرأة سعودية اليوم 2.2 وإذا نرى بين السعوديات نجد أنه 2.8 أيضاً معدل الأعمار زي ما تفضلت ارتفاع من 55 سنة وقت صدور النظام إلى 75 سنة وهذا يعكس مستوى الرفع والنمو في القطاع الصحي فهذا لابد يواكب تغييرات مرنة اليوم بعض الدول مثل فنلندا على سبيل المثال التغيير عندهم في سن التقاعد هو تغيير تلقائي ما يحتاج إلى تغيير النظام هيئة الإحصاء لما طلع تقريره أنه الله متوسط الأعمار زي عندي مدة سنة سن التقاعد يزيد تلقائياً مدة شهر وهكذا هذا بالإضافة إلى المكسب الاقتصادي الذي تفضلت فيه الذي هو مستوى إنتاجية أعلى العامل أو الموظف يبقى فيه العمل فترة أطول وهذا ينعكس على معدل إنتاجية أعلى في الاقتصاد اشتركوا في القناة